بسم الله الرحمن الرحيم الباب السادس الرسالة الثانية الرسالة الثانية هي الإسلام وقد أجملها المعصوم إجمالاً ولم يقع في حقها التفصيل إلا في التشاريع المتداخل بين الرسالة الأولى وبينها كتشاريع العبادات وكتشاريع الحدود قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا اليوم يوم عرفة من حجة الوداع في السنة الثامنة من الهجرة وقد كان يوم جمعة وهذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن وهي قمة رسالات السماء وهو إنما رضي لنا الإسلام ديناً لنرضاه فإن أمراً لا يبدأ من طرفه هو لا يبدأ من طرفنا نحن قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا وقد ظن كثير من الناس أن خوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تعني أن الإسلام كمل عند الناس وانتهى إلى قمة كماله يومئذ وهؤلاء حين يقرؤون خوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم يعتقدون أن تبيين القرآن غتم وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي فالقرآن لم يبين منه بالتشريع وبالتفسير إلا الطرف الذي يناسب الوقت الذي جرى فيه التبيين ويناسب طاقة الناس والقرآن لا يمكن أن يتم تبيينه والإسلام كذلك لا يمكن أن يكمل فالسير في مضماره سير سرمدي إن الدين عند الله الإسلام وعنده هنا ليست ظرف زمان ولا هي ظرف مكان وإنما هي خارج الزمان والمكان فالسير بالقرآن في مضمار الإسلام سير إلى الله في إطلاقه وهو بذلك لم يتم تبيينه ولن يتم وإنما تم إنزاله بين دفتي المصحف تم إنزاله ولم يتم تبيينه ومنها هنا يفهم الفرق بين أنزلنا ونزل من الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فإن الفهم العام عند العلماء إنهما مترادفان وما هما بذاك وما في جملة ما نزل إليهم لا تعود إلى الذكر وإنما تعود إلى جزء من الذكر ينصب عليه الأمر بالتبيين وهو ما يخص الرسالة الأولى إلا ما يكون متداخلا بينها وبين الرسالة الثانية ويحسن أن نذكر هنا أن القرآن قد نزل ما الثاني وفي ذلك يقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما ثاني تقشعر منه جلود الذين يخشعون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومعنى متشابها قائمة قرينة الشبا بين أسفله وأعلاه وبين وجهه وقفاه وبين ظاهره وباطنه ومعنى مثاني أنه ذو معنيين معنيين معنى بعيد عند الرب ومعنى قريب تنزل للعبد والقرآن كله مثاني كل آية منه وكل كلمة فيه بل وكل حرف من كل كلمة وسر في ذلك أنه حديث صادر من الرب مخاطب به العبد والشبه الذي فيه هو الشبه الذي قام بين الرب والعبد وعبر عنه المعصوم بقوله إن الله خلق آدم على صورته وعبر عنه تبارك وتعالى يا أيها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وذلك النفس الواحدة إنما هي نفسه تبارك وتعالى فكلمة الإسلام مثلا لها معنى خريب هو الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا هو الذي أسميناه الإسلام الأول وهنا أنه لا عبرة به عند الله وللإسلام معنا بعيد وهو مركوز عند الله حيث لا حيث وهو بمعناه البعيد قد أشار إليه سبحانه وتعالى حين خال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومعلوم أنه لا يتق الله حق تقاتي إلا الله وهو من ثم نهج معراج إلى الله ذي المعارك في مقام عزه بالعبودية والتذلل والاستسلام والعبودية اللا تتناها فهي كالربوبية تماما والعبودية المطلقة لله تقتضي العلم المطلق بالله وهذا لا يكون إلا لله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فالغيبة هنا يعني الله فكأنه قال لا يعلم الله إلا الله ولقد تحدثنا في رسالة الصلاة كيف أن العبودية هي الحرية مما لا سبيل إلى عادته هنا فليرجع إليه والإسلام إنما كان نهج معراج إلى مقام العبودية بفضل القرآن وهو كتابه المسلك في مراقه وهذا التسليك هو ما من أجله أنزل القرآن وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهو إنما يذكرنا بالعبودية التي أقررنا على أنفسنا بها ثم نسيناها وذلك حيث قال عنها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستك ربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون إلى الله بالعبودية والاستسلام بالإسلام ولما كان القرآن هو منهاج السلوك إلى الله قلنا أهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون والقرآن هو هذا الهدى فقد أصبح أوله عند الله وآخره عندنا فإن نحن أحسن السلوك في مدارجه استرجعنا للفردوس الذي فقدناه بخطيئة آدم وارتقينا المراقي في الإطلاق قال تعالى عن القرآن ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال عن المتقين المهتدين بالقرآن إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مختلف وهذه درجات أولها الجنات ثم النهر ثم مقعد الصدق ثم عند مليك مختدر وذلك عند لا عند وحيث لاحظ وهذه الدرجات تتفاوت من الجنة الحسية وهي الفردوس المفقود بالخطيئة إلى المطلق في إطلاقه وإلى كل أولئك ياهد القرآن فهو لا يستنفذ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ومن أجل هذا فإنه باطل زعم من زعم أن القرآن يمكن أن يستقصى تبيينه ذلك بأن القرآن هو ذات الله وهذه الذات تنزلت تنزلت بمحض الفضل إلى مدائك العباد ليعرفوها فكانت القرآن في تنزلاته المختلفة الذكر والقرآن والفرقان وفي منزلة الفرقان هذه انصب في قوالب التعبير العربية واستعملت هذه القوالب أبلغ استعمال لتشير إلى منزلتين القرآن والذكر والقرآن إنما انصب في قوالب التعبير العربية لنتمكن نحن من الفهم عن الله قال تعالى في ذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولقد ورطت هذه الآية وإخواتها كثيرا من علماء المسلمين في الخطأ فظنوا أن القرآن عربي بمعنى أنه يمكن أن يستقصى فهمه من اللغة العربية ومن معرفة أساليبها وما هو بذاك ولغا تحدثنا عن ذلك عند حديثنا عن الصور المفتتحة بأحرف التهجي فليراجع هناك ولما كان الإسلام بهذا السموق فإنه لم يتفق لأمة من الأمم إلى اليوم والأمة المسلمة لم تظهر بعد وهي مرجوة الظهور في مقبل أيام البشرية وسيكون يوم ظهورها يوم الحج الأكبر وهو اليوم الذي يتم فيه تحقيق الخطاب الرحمن بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولقد كان محمد يومئذ طليعة المسلمين المقبلين وهو كأنما جاء لأمته أمة المؤمنين من المستقبل فهو لم يكن منهم فقد كان المسلم الوحيد بينهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولقد كان أبو بكر وهو ثاني اثنين طليعة المؤمنين وكان بينه وبين النبي أمد بعيد وإلى المسلمين الذين يجيؤون في مقتبل الأحيام البشرية أشار حديث المعصوم حيث قال واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد فقال أبو بكر أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي ثم قال ثانية واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد فقال أبو بكر أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي ثم قال ثالثة واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد قال من إخوانك يا رسول الله قال قوم يجيؤون في آخر الزمان للعامل منهم أجر سبعين منكم قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا المسلمون المسلمون كأمة لم يجيئوا بعد ولغت تنبأ المعصوم بمجيئهم في آخر الزمان وذلك حين يبلغ الكتاب أجله ويجيء معود الله تعالى في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويوميذ يدخل الناس في الدين كافة ولا يجدون عن ذلك منصرفة لأن جميع المشاكل لا تجد حلها إلا فيه وما نرى إلا أن الأرض أخذت تتهيئ لظهور شريعة المسلمين التي بها تكون المدنية الجديدة وما بدون المدنية الجديدة للناس خلاص من إفلاس النظم الاجتماعي المعاصرة وذلك أمر سلفت الإشارة إليه في صدر هذه الرسالة حيث قلنا أن الإنسانية كلها في هذه الآونة في الدين وقد ظل سعي المدنية الغربية واستعلن إفلاسه وأصبحت قضايا الديمقراطية والإشتراكي والحرية الفردية تتطلب الحلول وتلح في الطلب ولا يجيء الحل إلا من تلقيح المدنية الغربية أو قل إن أردت الدقة الحضارة الغربية بروح جديد هو روح الإسلام وإنما رشح الإسلام لهذا المقام مغدرته على حل الإشكال القائم بين الفرد والجماعة وبين الفرد والكون وهو أمر أسلفنا في تفصيله القول وما ينبغي أن يلتبس اسم المسلمين المعنيين هنا مع الإسم التقليدي الذي تتسمى به الأمة الحاضرة فإننا أخذ أسلفنا القول بأننا لم نتسمى بهذا الإسم إلا من الإسلام الأول وإلا فهي الأم مؤمنة فما من الأمة من الأمم السوالف تستحق هذا الإسم وكل ما ذكر عن الأمم من إسلام فإنما هو الإسلام الأول إلا ما كان من أمر طلائع البشرية فإنه الإسلام الأخير أو قل هو درجة في الإسلام الأخير فما للإسلام الأخير غاية فتبلغ وهم بذلك طلائع الأمة المسلمة التي لم تجي إلى اليوم قال تعالى في ذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون قوله ربنا وجعلنا مسلمين لك يعني الإسلام الأخير وقد كانا مسلمين من ذلك الطراز وأما قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فإنه يعني في المدى القريب أمة مسلمة على مستوى الإسلام الأول ثم يتدعى بها الترقي والتطور حتى تبلغ في المدى البعيد مراق الإسلام الأخير وقد استجيب له ما في ذلك قوله ووصى بها إبراهيم بنيه يعني وصاهم بالكلمة وهي لا إله إلا الله وكذلك وصاهم يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني فلا تموتن إلا وأنتم متمسكون بالملة وبالكلمة لا إله إلا الله وقوله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى أن واحدا ونحن له مسلمون يعني أيضا الإسلام الأول وقال تعالى في ذلك وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فإسلامهم هنا مطابق للإيمان وهو ما وقع به الإذن بالوحي فإن الله إنما أوحى إليهم أن يؤمنوا فلما آمنوا وقالوا آمنا وقع لهم أن هذا الإيمان إسلام وكذلك قالوا واشهد بأننا مسلمون والعارف يسمع إجابة القدس إياهم في فحوة قل لم تسلموا ولكن قلوا آمنا لم يسلموا الإسلام الأخير أعني درجة البداية منه وإنما أسلموا الإسلام الأول ونحن إنما جزمنا بأن إسلام كل أولئك هو الإسلام الأول لأن أدنى مراتب الإسلام الأخير الخروج عن الشريعة اليماعية والدخول في الشريعة الفردية وذلك بإتقان العمل بالشريعة اليماعية حتى يحسن الفرض التصرف في الحرية الفردية المطلقة فالإسلام الأخير مرتبة فرديات والفردية لا تتحقق لأحد وهو منقسم على نفسه فلابد له من إعادة الوحدة إلى بنيته فلا يكون العقل الواعي في تعارض وتضاد مع العقل الباطن وبفضل تعارض بينهما تتم سلامة القلب وصفاء الفكر وجمال الجسم فتتحقق حياة الفكر وحياة الشعور وهذه هي الحياة العليا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فالحيوان هنا ضد الموتان وهي الحياة الكاملة غير المؤوفة من نقص ولا بالمرض ولا بالموت وإعادة الوحدة إلى البنية تعني أن الإنسان يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول وهذا هو مطلوب الإسلام وذلك حيث يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مختا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المجتمع الصالح ولا يبلغ أحد هذا المبلغ الرفيع من الحياة إلا بوسيلتين اثنتين أولهما وسيلة المجتمع الصالح وثانيتهما المنهاج التربوي العلمي الذي يواصل به مجهوده الفردي ليتم له تحرير مواهبه الطبيعية من الخوف الموروث والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يقوم على ثلاث مساويات المساوية الاقتصادية وتسمى في المجتمع الحديث الاشتراكية وتعني أن يكون الناس شركاء في خيرات الأرض والمساوية السياسية وتسمى في المجتمع الحديث الديمقراطية وتعني أن يكون الناس شركاء في تولي السلطة التي تقوم على تنفيذ مطالب حياتهم اليومية ثم المساوية الاجتماعية وهذه إلى حد ما نتيجة للمساويتين السابقتين ومن ظهرها الجلي محو الطبقات وإسقاط الفوارق التي تقوم على اللون أو العقيدة أو العنصر أو الجنس من رجل ومرأة فإنه يجب أن لا يكون هناك تمييز بين الأفراد يقوم على أي اعتبار من هذه الاعتبارات فالناس لا يتفاوتون إلا بالعقل والخلق ومحق ذلك العدل في السير بين الناس والنصح والإخلاص للمواطنين في السر والعالم وروح الخدمة العامة في كل وقت وبكل سبيل والمساوات الاجتماعية تستهدف محو الطبقات ومحو الفوارق بين المدن والأرياف وذلك بإتاحة الفرص المتساوية للتثقيف والتمدين حتى يكون التزاوج بين جميع الأفراد في المجتمع أمرا عاديا وهذا هو المحق الصادق في مبلغ المساوى الاجتماعية والمجتمع الصالح بعد أن يقوم على هذه المساوية الثلاثة التي تكفل القانون بتنظيمها ورعايتها يقوم أيضا على رأي عام سمح لا يضيق بأنماط السلوك المختلفة لدى النماذج البشرية المتباينة ما دام هذا السلوك لا يعود إلا بالخير والبركة على المجتمع وللرأي العام أحكام تصدر من وراء حكم القانون وهي غير ملزمة لأحد ولا منفذة بالسلطة ولكنها قد تكون مع ذلك أكثر فعالية من القانون في ردى الشواذ والمارقين ويمكن للرأي العام بالطبع أن يصدر حكمه على أي سلوك لا يوافق عليه ولكن يجب تجنب العنف في إحداث أي تغيير في ذلك فإن العنف لا يبعث إلا إحدى خصلتين أما العنف مما يطيقون المقاومة أو النفاق من العاجزين عنها وليس في أيهما خير ثم لدى الضرورة يمكن لأحكام الرأي العام والعرفة الجماعي أن ندخل حرم القانون وذلك باختراح التشريعات التي تسد النقص الذي بدى لمن شاء وبالطبع لن تكون التشريعات غير دستورية ودستورية القانون عندنا معروفة المساوى الاقتصادية الاشتراكية ليس هذا المقام مقام التفصيل في أمر الاشتراكية فإن لها سفرا سيخرج للناس خريبا إن شاء الله باسم الإسلام ديمقراطي اشتراكي والاشتراكية تعني أن يكون الناس شركاء في خيرات الأرض وهي قد بدأت منذ أن بدأ المجتمع فإنها الصن والرأسمالية وكانت الرأسمالية ممثلة في الملكية هي النظام الذي نشأ عليه المجتمع ولغت تطورت الرأسمالية إلى أن وصلت معناها العلم الحاضر وكذلك تطورت الاشتراكية وإنما كانت تطورها أبطأ من تطور الرأسمالية لأن الرأسمالية تعتبر مقدمة طبيعية لها ولا يمكن للاشتراكية أن تسبق الرأسمالية ثم أن الاشتراكية نتيجة حكم القانون الذي يرعى حق الضعيف في حين أن الرأسمالية نتيجة قانون الغابة الذي يعطي الحق للأقوياء ويتقاضاه لهم وبطبيعة النشأ فإن قانون الغابة مرحلة سابقة لمرحلة قانون العدل والمرحمة ولغت ظهرت الاشتراكية في جرثومتها البدائية في صورة الحسد أو الغبطة التي تعتمل في صدر الماء عندهم ضد العندهم فقد كان محسوداً الذي يوفق إلى سلاح حجري يمتاز بالخفة والقوة والحدة والذي يوفق إلى كهف حصين وفسيح والذي يوفق إلى زوجة جميلة ومحبة ومطيعة وخوية وهكذا والغد دفع هذا الحسد إلى الصراع التاريخي بين الماء عندهم والعندهم ولا يزال هذا الصراع محتثماً ولن يفك حتى تتم المساوى المطلقة بين الناس في خيرات الغرب وقبل أن تظهر للاشتراكية العلمية نتيجة لهذا الصراع الطويل المرير كانت الاشتراكية في مرحلتها البدائية وهذه تعني المشاركة في الخيرات التي لا تضيق بأحد ولا يغع عليها الحوز والغد عبر المعصوم عن هذه حين خال الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار وفي هذا الحديث إشارة رصينة إلى وجوب الاشتراكية بين الناس حتى يمكن أن تفيض الخيرات باستغلال الموارد الطبيعية والصناعية وإنما دخلت الاشتراكية في الطور العلمي مؤخراً وبرزت واستحوذت على اهتمام الناس وأصبحت في أيامنا هذه يدعيها الذين يعنونها والذين لا يعنونها وذلك لفرط التعلق الشعوب بها ولقد بدأ في أوائل القرن التاسع عشر استخدام استلاحة الاشتراكية والشيوعية في كل ما له صلة بفكرة الملكية العامة للعقار وقد استخدم استلاحة الاشتراكية في إنجلترا في حوالي عام 1820 ولأول مرة بواسطة روبورت أوين وهو صانع ثري ويعتبر مؤسس الاشتراكية الحديثة ولقد كان يؤمن بإمكان تحقيق التحسين الاجتماعي عن طريق الوسائل الاختيارية والدستورية الوئيدة والمستقرة التي تجنب الشعوب الشرور التي تسير في ركاب التغييرات الثورية العنيفة وبخاصة السيئات الإعداد منها وكلمة الشيوعية مشتقة من كلمة لاتينية معناها عام أو مملوك للجميع ولغد استخدمت في أول الأمر حوالي عام 1835 بواسطة الجمعيات الثورية السرية الفرنسية التي كانت ترمي إلى قلب الطبقة الوسطى بالعنف ثم السيطرة على فرنسا بهدف إنشاء اقتصاد يكون فيه جميع المتاع المنتج مملوكا للشعب وتكون فيه طبقة العمال هي العنصر الحاكم ودخل كارل ماركس في هذه الصورة وأخذ يدرس ويرصد ويطور أفكاره على أساس النظريات والتطبيقات الاشتراكية والشيوعية المختلفة ولقد فضل اصطلاح الشيوعية فاختاره ليصف به أفكاره لأن هذا الاصطلاح كان مرتبطا بفكرة تغيير المجتمع بالعنف وكان ماركس يقيم مذهبه على أربعة مبادئ واحد مجرى التاريخ التتحكم فيه القوى الاقتصادية اثنين التاريخ ما هو إلا سجل لحرب الطبقات ثلاث الحكومات ما هي إلا أداة تستخدمها الطبقة في اضطهاد الطبقة الأخرى أربعة العنف والقوى هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق أي تغيير أساسي في المجتمع وعلى هذه المبادئ ووفاء بها ظل ماركس منذ كتاباته الأولى يهاجم بإلحاح التجارب الاشتراكية التي كان يراها روبرت هوين ويصفها بأنها غير علمية وغير واقعية لأن التاريخ كما هو واضح في رأيه قد سار على قوانين علمية خاسية وأن تغييرا اجتماعيا جوهريا بغير الطريق الأو والعنف لا يمكن أن يتم ولهذا فقط سخر باعتقاد أوين وغيره من الاشتراكيين بإمكان اصلاح اجتماعي عن طريق الزمانة والتعاون والتطور الوئي وكان يسمي عملهم هذا الاشتراكية المسلع ويهتم كثيرا بالتفريغ بينها وبين مذهبه هو ويسميه الاشتراكية العلمية أو الشيوعية ونحن عندما نتحدث عن الاشتراكية العلمية أو عن الشيوعية فيما ندعو إليه لا نريد مذهب ماركس هذا بل إنا لنعلم أن اشتراكية ماركس ليست علمية وإنما هي متورطة في خطأ أساسي ليس هذا المقام مقام القوض فيه وإنما سنخوض في تبيانه عند الكتابة عن الإسلام ديمقراطي اشتراكي الذي سيصدر عما قريب إن شاء الله فالاشتراكية العلمية عندنا تقوم على تعامتين اثنتين وفي آن واحد أولا هما زيادة الانتاج من مصادر الانتاج وهي المعدن والزراعة والصناعة والحيوان وذلك باستخدام الآلة والعلم وبتجويد الخبر الإدارية والفنية وسانيتهما عدالة التوزيع وهي تعني في مرحلة الاشتراكية أن يكون هناك حد أعلى لدخول الأفراد وحد أدنى على أن يكون الحد الأدنى مكفولا لجميع المواطنين بما في ذلك الأطفال والعجائز والعاجزين على الانتاج وعلى أن يكون كافيا لعيش المواطن في مستواه معيشة تحفظ عليه كرامته البشرية وأما الحد الأعلى للدخول فيشترط فيها أن لا يكون أكبر من الحد الأدنى بأضعاف كثيرة حتى لا يخلق طبغة تستنكف أن تتزاوج مع الطبغتات الدخول للدنيا ومن أجل زيادة الانتاج وجب تحريم ملكية بساطر الانتاج ووسائل الانتاج على الفرد الواحد أو الأفراد القلائل في صورة شركة سواء كانت شركة انتاج أو شركة توزيع ولا يحل للمواطن أن يملك ملكا فرديا إلا المنزل والحديقة حوله والأثاثات داخله والسيارة وما إلى ذلك مما لا يتعدى إلى استخدام مواطن واستخداما يستغل فيه عرقه لزيادة دخل مواطن آخر والملكية الفردية حتى في هذه الحدود الضيقة يجب أن لا تكون ملكية عين للأشياء المملوك وإنما هي ملكية ارتفاق بها وتظل عينها مملوكة لله ثم للجماعة بأسرها ثم أنه كلما زاد الانتاج من مصادر الانتاج اتجهت عدالة التوزيع إلى الإطخان وتقريب الفوارغ وذلك برفع الحد الأدنى وبرفع الحد الأعلى على السواء ولكن رفع الحد الأدنى يكون نسبيا أكبر من رفع الحد الأعلى وذلك بغية تحقيق المساواة المطلقة وعند تحقيق المساواة المطلقة بفضل الله ثم بفضل وفرة الانتاج تتحقق الشيوعية وهي تعني شيوع خيرات الأرض بين الناس فالشيوعية إنما تختلف عن الاشتراكية اختلاف مقدار فكأن الاشتراكية إنما هي طور مرحلي نحو الشيوعية ولغد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها حين كانت شريعة في مستوى آية الزكاة الكبرى يسألونك ماذا يمشقون قل العفو ولغد فسر العفو بما يزيد عن الحاج الحاضر وحديثه عن الأشعريين في مستوى الشيوعية وذلك حين قال كان الأشعريون إذا أملكوا أو كانوا على سفر فرشوا ثوبا فوضعوا عليه ما عندهم من زاد فاقتسموه بالسوية أولئك قوم أنا منهم وهم مني وهذا هو فهم الأمة المسلمة التي لما تجيوا بعد ولغد أدرك هذا الفهم أصحابنا الصوفية وذلك حين تصوروا جميع الأرض وما عليها من خيرات كما إذا أنزلها الله على عباده وأمرهم أن يرتفقوا منها بزاد المسافر ويواصلوا سيرهم إليه فهذه الأرض مثلها عندهم مثل المائدة وضعت للآكلين وعليها اللحم والخبز والخضار والحلوى وجذس عليها عشرة رجال فإن كل ما عليها هو على الشيوع بينهم ولا تخع لك الملكية الفردية لقطعة لحم منها إلا حين تحتويها أصابعك وتبدأ رحلتها إلى فمك وحين يحدثنا القرآن عن الجنة وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إنما أنا أيضا النموذج المصغر للجنة الكبرى الذي يتحقق في هذه الأرض التي نعيش عليها اليوم وذلك حين تملأ الأرض عدلا كما ملئت جورة على حد التعبير النبو الكريم وهو ما داعب خيال ماركس وضل الطريق إليه كل الضلال ولن يبلغه إلا المسلمون الذين لما يأتوا بعد وحين يأتون سيتحقق في الأرض طرف من قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وهذا الطرف هو الشيوعي التي يحققها الإسلام بمجيء أمة المسلمين ويومئذ تشرق الأرض بنور ربها وتتم نعمة الله على سكانها ويحل في ربوعها السلام وتنتصر المحبة المساواة السياسية الديمقراطية ولن نتحدث عن الديمقراطية بتطويل هنا فإن موعدنا بذلك السفر الذي سيخرج باسم الإسلام ديمقراطي اشتراكي فكما أن الاشتراكية هي ثمرة النزاع الطويل بين العندهم والما عندهم في الصعيد المادي فإن الديمقراطية هي أيضا نتيجة الصراع بين العندهم والما عندهم في الصعيد السياسي وهي تبتغي أن يكون الناس شركاء في السلطة كما هم شركاء في خيرات الأرض والديمقراطية الصنو الاشتراكية وهما معا يمثلان جناحي المجتمع فكما أن الطائر لا يستقل في الهواء على جناح واحد فكذلك المجتمع لا يستقل بغير جناحين من ديمقراطية واشتراكية ولقد ظهرت الديمقراطية قبل الاشتراكية ذلك لأن الاشتراكية تحتاج إلى وعي جماعي أكثر مما تحتاجه الديمقراطية التي قد تقوم في بدايتها على قلة من المثقفين ثم أن الاشتراكية تحتاج كمقدمة لها إلى الرأس مالية النامية الغنية وهي أيضا وليدة الآلة فلم يكن من الممكن أن تتقدمها ولم تجيء الآلة إلا مؤخرا هذا الحديث يعني الاشتراكية العلمية أما الاشتراكية السادية البداية فإن نشأتها بعيدة في التاريخ ولدت الديمقراطية في بلاد الإغريق وفي أثينا بالذات وقد كانت أثينا أرقى مدن الإغريق الثقافة وكانت كل مدينة من تلك المدن حكومة قائمة بذاتها ولما كانت الدول الإغريقية التي تمثلها المدن صغيرة فقد كان من السهل على الشعب أن يمارس الحكم مباشرة عن طريق اجتماع أفراده وكانت ديمقراطيتهم بذلك الديمقراطية المباشرة التي لا تحتاج إلى مجلس نيابي ولا إلى مجلس تنفيذي على النحو الذي عرف مؤخرا وهي لم تكن تقوم على موظفين دائمين وإنما كان الموظفون ينتخبون كل عام وكثيرا ما كان الانتخاب يجري بالاختراع وكان أهل أثينا يعتقدون أن الاشتراك في مناقشة وسياسة الشؤون العامة حق لكل مواطن وواجب عليه لم يكنوا يعتبرون النساء والعبيدة من المواطنين وكان باركليس أعظم من خطباء المتكلمين باسم الدمقراطية الأثينية وفي خطابه المعروف باسم خطبة الجنازة التي ألقاها في مناسبة الاحتفال الشعبي بدفن الذين قتلوا في الحرب ضد أسبارتا عام 430 قبل الميلاد قال في تصوير هذه الديمقراطية إنما تسمى حكومتنا ديمقراطية لأنها في أيدي الكثرة دون القلة وإن قوانيننا لتكفل المساواة في العدالة للجميع في مناسعاتهم الخاصة كما أن الرأي العام عندنا يرحب بالموهبة ويكرمها في كل عمل يتحقق لا لأي سبب طائفي ولكن على أسس من التفوق فحسب ثم أننا نتيح فرصة مطلقة للجميع في حياتنا العامة فنحن نعمل بالروح ذاتها في علاقاتنا اليومية فيما بيننا ولا يغيرنا ضد جارنا أن يفعل ما يحلو له ولا نوجي إليه نظرات محنق قد لا تضر ولكنها غير مستحبة ونحن نلتزم بحدود القانون أشد التزام في تصرفاتنا العامة وإن كنا صرحاء ودودين في علاقتنا الخاصة فنحن ندرك خيود التوقير نطيع رجال الحكم والقانون لا سيما تلك القوانين التي تحمل مظلوم والقوانين غير المكتوبة التي يجلب انتهاكها عارا غير منكور ومع ذلك فإن مدينتنا لا تفرض علينا العمل وحده طيلة اليوم فما من مدينة أخرى توفر ما نوفره من أساليب الترويح للنفس من مباريات وقرابين على مدار السنة ومن جمال في بيئتنا العامة يشرح الصدر ويسر العين يوما بعد يوم وفوق هذا فإن هذه المدينة من الكبر والقوة بحيث تتدفق عليها ثروة العالم بأسره ومن ثم فإن منتجاتنا المحلية لم تعد مألوفة لدينا أكثر من منتجات الدول الأخرى إننا نحب الجمال دون إسراف والحكمة في غير تجرد من الشجاعة والشامة ونحن نستخدم الثروة لا كوسيلة للغرور والمباهة وإنما كفرصة لأداء الخدمات وليس الاعتراف بالفغر عيبا إنما العيب هو القعود عن أي جهد للتغلب عليه وما من مواطن أثيني يهمل الشؤون العامة لإغراقه في الانصراف إلى شؤونه الخاصة والشخص الذي لا يعنى بشؤون العامة لا نعتبره هادئا وادعا وإنما نعتبره غير ذي نفع وإذا كانت قلة منا هم الذين يرسمون أي سياسة فإنا جميعا قضاة صالحون للحكم على هذه السياسة وفي رأينا أن أكبر معوخ للعمل هو نقص المعلومات الوافية التي تكتسب من النقاش قبل الإقدام وليس النقاش ذاته هذا ما قاله باركليس في تصوير الديمقراطية الأثينية وهو تصوير طيب ولقد أخذت الديمقراطية من أيام أثينة تنمو وتتطور وتتباين في ذلك في مختلف أرجاء العالم ولكنها تنبع في كل مكان من مبادئ تحاول أن تبينها بوضوح كنهج متميز وفذ من مناهج الحياة نهج للحياة يعترف بكرامة الإنسان ويحاول أن يقيم تصريف الشؤون الإنسانية وفق العدل والحق وقبول الشعب ولقد وصلت مرحلة تطوير الديمقراطية الحديثة إلى مبادئ يمكن تلخيص أهمها فيما يلي واحد الاعتراف بالمساواة الأساسية بين الناس اثنين قيمة الفرد فوق قيمة الدولة ثلاث الحكومة خادمة الشعب أربعة حكم القانون خمسة الاسترشاد بالعقل والتجربة والخبرة ستة حكم الأغلبية مع تقديس حقوق الأغلية وسبعة الإجراءات أو الوسائل الديمقراطية تستخدم لتحقيق الغايات في الدولة الديمقراطية فليست الإجراءات وللأجهزة الديمقراطية غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة إلى غاية وراءها فليست الديمقراطية أن تكون لنا هيئة تشريعية وهيئة تنفيذية وهيئة أغضارية وإنما جميع أولئك وسائل لتحقيق كرامة الإنسان فإن الديمقراطية ليست أسلوب حكم فحسب وإنما هي منهاج حياة الفرد البشري فيه غاية وكل ما عداه وسيلة إليه ولا يجد أسلوب الحكم الديمقراطي الكرامة التي يجدها عند الناس إلا من كونه أمثل أسلوب لتحقيق كرامة الإنسان وفي النهج الديمقراطي الحاضر خطأ هو أقل من الخطأ التي تورطت فيه الشيوعية الماركسية بكثير ولكن رغم ذلك لن نسترسل في استقصائي هنا وإنما نتركه إلى حين في سفر الإسلام ديمقراطي اشتراكي وإنما تجيء كرامة الإنسان من كونه أقدر الأحياة على التعلم والترقي وإنما تجيء كرامة الديمقراطية من كونها كأسلوب للحكم أقدر الأساليب لإتاحة الفرص للإنسان ليبلغ منازل كرامته وشرفه وإنما يتعلم الإنسان من أخطائه وتلك هي الطريقة المثلى للتعليم ففي الدكتاتورية تمنع الحكومة الفرد من أن يجرب أو يعمل بنفسه وبذلك تعطي النموه الفكري والعاطفي والخلقي لأن كل أولئك إنما يتوقف نموه على ممارسة العمل وتحمل مسؤولية الخطأ في القول وفي العمل ثم التعلم من الخطأ وعلى العكس من الدكتاتورية نجد أن الديمقراطية قائمة على الحق في ارتكاب الأخطاء وهذا ليس معناه الرغبة في الخطأ من أجل الخطأ وإنما اعترافا بأن الحرية توجب الاختيار بين السبل المختلفة للعمل ولا يمكن للإنسان أن يكون ديمقراطيا حقا دون أن يتعلم كيف يختار وأن يحسن الاختيار في ذلك وأن يصحح باستمرار خطأ الاختيار الذي يبدو منه الفينة بعد الفينة وفي واقع الأمر فإن السلوك جميع هو ممارسة الحرية برمتها إنما هي سلسلة من التصرف الفردي في الاختيار والتنفيذ أو قل في حرية الفكر وحرية القول وحرية العمل على شرط واحد هو أن الإنسان يتحمل نتيجة خطأه في القول وفي العمل وفق قانون دستوري فالديمقراطية هي حق الخطأ وفي خمة هذا التعريف يا حديث المعصوم إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم ومن كرامة الإنسان عند الله أن الحرية الفردية لم يجعل عليها وصيا حتى ولو كان هذا الوصي النبي على رفعة خلومه وكمال سيايا فقد قال تعالى في ذلك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر والمعنيون هنا هم المشركون الذين رفضوا عبادة الله وعكفوا على الأصنام يعبدونها ويتقربون إليها بالقرابين والمنهي عن السيطرة عليهم هو الرسول محمد الذي لم يرد علوا في الأرض والذي قال تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم من هذا نأخذ أنه ليس هناك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين وأن ثمن الحرية الفردية هو دوام السهر الفردي عليها وفي الحق أن الحرية الفردية حق أساسي يقابله واجب هو حسن التصرف في ممارستها ولما كان مجتمع المؤمنين قاصرا عن الارتفاع إلى ممارسة الحرية الفردية في الاختيار والعمل فقد جعل النبي وصيا عليهم ليعدهم لتحمل مسؤولية الحرية الفردية المطلقة وهو أثناء وصايته عليهم يصر على إعطائهم حق الخطأ كل ما وسعه ذلك من غير أن يشق عليهم أو يعنيتهم فهو بذلك إنما يعدهم لممارسة الديمقراطية حين يخوى عودهم ويستحصد عقلهم وبذلك أمر الله حين قال فبما رحمة من الله اللي انت لهم ولو كنت فضا غليظوا القلب لم فضوا من حولك فاحف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وهذه آية الشورى وشورى حيث وردت سواء في هذه الآية أو في قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأخاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون فليست آية دمقراطية وإنما هي آية تنزلت من آية الديمقراطية لتعد الناس ليستقلوا الديمقراطية حين يجيوا أوانها فالشورى ليست أصلا وإنما هي فرح وهي ليست دمقراطية وإنما هي حكم الفرد الرشيد الذي يعد الأمة لتصبح دمقراطية والأصل في الديمقراطية آيتا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة وبنفس هذا القدر الزكاة ذات المخادير ليست اشتراكية وإنما هي رأس مالية وآيتها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن مصالاتك السكن لهم ليست أصلا وإنما هي فرحة والغرض وراءها إعداد الناس نفسيا وماديا ليكونوا اشتراكيين حين يجيء أوان الاشتراكي والآية الأصل التي تنزلت منها آية الزكاة ذات المخادير هي قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قولي العفو ولغد أسلفنا الإشارة إلى ذلك ولما كانت الرسالة الثانية تقوم على الارتفاع من الآيات الفرعية إلى الآيات التي هي أصل والتي يرى منها التنزل إلى الفروع للملابسة الزمان ولملاءمة طاعة المجتمع المادية والبشرية فقد وجب الارتفاع بالتشريع وذلك بتطويره ليقوم على آيات الأصول وكذلك يدخل عهد الاشتراكية وعهد الدمورياتية وينفتح الطريق إلى التحقيق الحرية الفردية المطلقة بالممارسة في مستوى العبادة ومستوى المعامل وهذه هي شريعة المسلمين شريعة الأمة المسلمة التي لما تأتي بعد وقد أصبحت الأرض تتهيأ لمجيئها فعلى أهل القرآن أن يمهدوا طريقهم وأن يجعلوا مجيئهم ممكنا وميسرا وهذا ما من أجله كتب هذا الكتاب المساوى الاجتماعية محوى الطبقات والفوارد هذه أصعب المساويات تحقيقا وتعتبر المساوى الاقتصادية والمساوى السياسية مقدمة لها وهي تتويج لهما وخلاصة وقمة وهي لم تتحقق للإنسانية إلى يوم الناس هذا ولن تتحققها في المستقبل إلا بالجهد الشاق والتربية والتعليم لتصحيح وتغيير ما هو كالطبيعي في المسلك الإنسان وهي بذلك أرقى إنتاج المدنية في جميع العصور إذ المدنية إن هي إلا محاولة تبعد الإنسان عن نزعاته الحيوانية الدنيا وتقوده إلى مستوى أعلى من القلق حيث يستبدل قانون الغابة قانون العنف والسيطرة بالقوة بقانون العدل والحق والمرحمة فيدخل بذلك التحسين في نوع العلاقات البشرية فيحل الرضا محل القوة والعدالة محل الاستقلال والحرية محل الكبت والعاطفة المتسامية بالعقل القوي محل العاطفة الناضبة وشأننا مع هذه المساواة في هذا الكتاب شأننا مع سابقتها وهو إرجاء الاستقصاء إلى موعده من كتاب الإسلام ديمقراطي اشتراكه حيث نبحثها بحثا مستفيضا ولكن لا بد من الإشارة إليها هنا بما يحتمله المقام من تطويل موضوع المساواة الاجتماعية هو الفرد البشري كما كان الأمر في شأن المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية فإن الفرد البشري كما سبغت الإشارة إلى ذلك مرات هو الغاية وراء كلما السعي جماعي هو غاية وسيلتها الإسلام والقرآن وهما أعظم الوسائل المناجية على الإطلاق ووسيلته أيضا المجتمع وهو أعلى ما أنتجته الإنسانية إلى اليوم والفرد الذي هو غاية هو الفرد البشري من حيث هو بشري حتى وإن كان أحمق فإنه يجب أن لا يجعل وسيلة إلى شيء سواه ومن أجل ذلك وجب أن لا تقوم بين الأفراد فوارق من جراء المولد أو العنصر أو اللون أو العقيدة أو الجنس من الذكورة والأنوثة قال تعالى في ذلك يا أيها الناس قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني إنما تكون الكرامة بالعلم والخلق فإن التقوى علم وعمل بمختضى العلم وإلى ذلك الإشارة بعوالي تعالى إن الله عليم خبير عليم إشارة إلى العلم خبير إشارة إلى التصرف في العلم وقال المعصوم الناس لآدم وآدم من ترام إن أكرمكم عند الله أتقاكم الناس لآدم وآدم من ترام إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعدم التمييز الاجتماعي ضد الضعيف ومحو الفوارق التي قامت على قانون الغابة بين الأفراد والطبقات هو عمل التمدين الأكيد فإذا وجدت مجتمعا للضعفاء فيه حق معفوظ وكرامة مرعية وإذا وجدت مجتمعا للنساء فيه حرية وحرم وتشريف وللأطفال فيه حقوق ولهم به العناية وعليهم رحمة ولهم فيه محبة فأعلم أنه مجتمع متمد ومتحضر والأسر هي المجتمع الأول وفيها تعلم ولا يزال يتعلم الفرد النظام والسلوك الاجتماعي النظيف واحترام القانون وتوقير السلطة والتعاطف والتسامح والمحبة ولا تزال الأسر مقدرتها الفائقة على تربية الأفراد التربية التي تكون بعيدة الأثر على حياتهم الفردية وحياتهم في مجتمعهم الصغير وفي مجتمعهم الكبير حين يبرزون إليهما وعماد الأسر الأم وهي ملكة المملكة الصغيرة ولكن مع شديد الأسف فإن الاعتراف بها لم يتفق للأسر البشرية إلى اليوم فإنها كانت ولا تزال مضطهضة وكان ولا يزال دورها في بيتها بدورا خادمة ولهذا الوضع سود العواقب على تنشأة الأطفال مما يترك عميق الأثر في حياة المجتمع برمته وفي جميع المستويات ولقد أسلفنا القول في هذا الكتاب عن أمر المساوى المطلقة بين الرجال والنساء مما لا نحتاج إلى إعادته في هذا الموضع ولكن لا بد من الإشارة إلى أن أمر المساوى الاجتماعية لا يجي عفوا وكأمر طبيعي للتطور بل لا بد فيه من التخطيط والتطوير الذكي للمجتمع ذلك بأنه يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى تربية والتعليم غير التربية فإن غرض التعليم إكساب الفرد الخبرة المهنية التي تجعله مفيدا للمجتمع في الميدان الذي خلق وهو مستعد له بما ركز في فطرته من موهبة وهو ضروري ليسلع الأفراد بالقدرات العلمية والفنية والإدارية والتكنولوجية لتنمية حضارة مجتمعهم وللتسامي بها في مراق الكفاءة والكفاية وفي التعليم يقع التخصص ويقع التمييز ويسود الاتجاه إلى التخطيط لإنجاب حاجة المجتمع فيه يقع التمييز بين الرجال والنساء ويقع التمييز بين الرجال والرجال أيضا ذلك بأنه إنما يرمي إلى تنمية وتغذية الموهبة عند كل موهوب حتى يخدم مجتمعه في الميدان الذي يقوله وهو مستعد له استعدادا فطريا بيدان هذا التمييز الذي يقع في ميادين الإعداد لخدمة المجتمع المدنية لا يحمل معه أي امتياز اجتماعي ترتفع به تلقائيا مكانة فرد فوق فرد آخر وفي هذه النظرة التي تتجه إلى إعداد المواطنين إعدادا مهنيا بواسطة برامج التعليم الموجه قيمة المرأة غير قيمة الرجل ولكنها قيمة مساوية لقيمته بمعنى أن المرأة حين تعاد لتكون أما بأن تعلم كل ما يؤهلها لهذه الوظيفة الحيوية المتشعبة لا تقل خدمتها للمجتمع في نظر المجتمع عن خدمة أخيها الذي يعاد ليكون مهندسا أو طبيبا أو مشرعا وليس إعداد الأموم الصالحة حتى تقف عنده فإن الفتاة كلما علمت كلما زادت كفاءتها في ميدان الأمومة نفسها ومن أجل مصلحة المجتمع يجب أن يعلم كل فرد عملا يتقنه باليد وبالعقل وهو كذلك من مصلحة الفرد نفسه لأن الإنسان لا تنضج قيمه الفكرية ولا قيمه الخلقية إلا إذا كان يحب العمل اليدوي ويطخن طرفا منه إبقانا حسنا ذلك بأن الترقي جميعه إنما هو علم وعمل بمقتدى العلم قال تعالى في ذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع كل هذه المسائل تدخل في غرض التعليم وأما غرض التربية فهو تحرير المواهب الطبيعية العقل والقلب من أسر الأوهام والأباطيل فبسلامة القلب من الخوف وصفاء الفكر من الأوهام تتحقق حياة الفكر وحياة الشعور وهي غاية كل حي وهي مهمة التربية وللتربية وظائف كثيرة هي في جملتها نقل الإنسان من الاستيحاج إلى الاستيناس حيث تصبح عاداته جميعا إنسانية ومهذبة فهو يأكل بطريقة إنسانية ويشرب بطريقة إنسانية وينام ويجلس ويتحدث ويتصرف في جميع شؤونه العامة والخاصة بطريقة إنسانية ومهذبة فلا يعرض مباذله ولا يبدو منه ما يؤذي السمع ولا البصر ولا العقل ولا القلب وهو لا يبسق في الأماكن العامة النطيفة ولا يتبول ولا يتغوط في الأماكن العامة ولا يرمي الأوساخ والقهدورات في الأماكن النظيفة على الطرقات وهو على العموم يحاول بجهد الطاقة أن يترك كل شيء على صورة أحسن من التي وجده عليها ويجب أن يعده لكل أولئك التربية التربية في المدارس وفي النوادي وفي الأماكن العامة حيث يجري التثخيف والتعليم للشعب في كل حين وبغير انقطاع وبكل وسائل الإعلام التي تستطيع الدولة أن توفرها من إذاعة وتلفزيون وسينما ومسرح وصحافة وكتب ومجلات ومحاطرات أنواع التزييل المختلفة لأنواع الفنون المختلفة حيث توجه الدولة كل إمكانات المجتمع لإنجاب الأفراد الناضجين وذلك بتوخي النهج التربوي السليم فإن مشاكل المجتمعات كون أغلبية الأفراد إما مراهقين أو أطفالا ويقل فيها الأفراد الناضجون الذين يقومون على مواجهة الحقيقة والأطفال يتابعون مبدأ له وهو مبدأ يجعل الإنسان يتصرف مدفوعا بأهوائه ورغباته ويحاول أن يحقق أي رغبة عند ظهورها دون أن يوازن بين رغبة وأخرى وينفذها ويقترن الجري وراء هذا اللهوة الوقتي المباشر بتجنب ما قد يسبب الفشل أو الألم أو الإنكار ومسلك كهذا ينشأ من الفشل في التمييز بين الرغبات المتنازعة على أساس معقول طويل المدى وغالبا ما يحل التمني محل ما هو محتمل أو مرغوب فيه وليس هناك مخرج إلا عن طريقة التربية والتربية بخلاف التعليم لا يقع فيها التخصص ولا التمييز بين الرجال والنساء وإنما هي حق أساسي لكل فرد بشري وهي تشمل حق الأطفال ولا تحد إلا بطاقاتهم على التلقي والإدراك والتنفيذ ولقد تحدثنا عن أسلوب الإسلام في التربية فيما سلف من هذا الكتاب مما لا موجب الإعادة هاهنا والقاعدة الذهبية في التربية هي أن تضع الأفراد أمام المسؤولية وأن تعينهم بكل الوسائل على تحمل المسؤولية ذلك بأن غرض التربية هو إنجاب الأفراد الناطجين هو إنجاب الرجال من الأطفال ومن المراهقين الذين تعجوا بهم المجتمعات عجيجا والفارق بين الأطفال والمراهقين وبين الرجال هو أن الرجال يتصرفون بحرية ويتحملون مسؤولية تصرفهم بينما الأطفال والمراهقون يتركون تصرف خوف المسؤولية أو يتصرفون ويحاولون الهروب تحت الظلام من مسؤولية تصرفهم خاتمة أما بعد فإن فيصل القول في أمر الرسالة الأولى والرسالة الثانية هو أن للدين شكلا هرميا قدمته عند الله حيث لا عند وقاعدته عند الناس إن الدين عند الله الإسلام ولقد تنزلت هذه القاعدة من تلك الخمة تنزلت إلى واقع الناس وحاجتهم وطاغتهم البشرية والمادية فكانت الشريعة وستظل قمة هرم الإسلام فوق مستوى التحقيق في الأبد وفيما بعد الأبد وسيظل الأفراد يتطورون في فهم الدين كلما علموا المزيد من آيات الآفاق وآيات النفوس والله تبارك تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ويقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهو تبارك تعالى يشاء لما زيادة من علمه كل لحظة وفي ذلك يقول كل يوم هو في شأن وما شأنه إلا إبداء ذاته لخلقه ليعرفوه وهو تبارك تعالى يعلمنا في ذلك فيقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يخضى إليك وحيه وقل رب زبني علما وما الزيادة في العلم إلا ترق من قاعدة الهرم نحو قمةه في تطور مستمر وحين يتطور الإنسان بفهم الدين في فهم الدين يطور شريعته تبعا لحاجته ولطاقته من القاعدة الغليظة إلى قاعدة أقل غلغة فالأفراد يتطورون في فهم الدين فيدخلون في مراتب الشرائع الفردية والمجتمعات تتطور تبعا لتطور الأفراد فترتفع شرائعها من قاعدة غليظة إلى قاعدة أقل غلغة وذلك صعدا في سلم هرم قاعدته شريعة الرسالة الأولى فإذا كانت قمة هرم الدين فيما يختص بالمال هي آية يسألونك ماذا ينفقون كل العفو فإن خاعدته هي آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم وعليها قامت شريعة الرسالة الأولى في الزكاة ذات المخادير وجعلت شريعة في المال وركنا في العبادة وذلك لأن الناس لم يكونوا يطيقون أفضل منها وترك أمر تحقيق خمة الهرم للأفراد كل حسب على طاقته وورد الترغيب في التسامي في قول المعصوم حين قال في المال حق غير الزكاة وورد في قوله تعالى حين قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهببكم الله وذلك لأن شريعته هو في المال وركنه في العبادة هو أقرب إلى القمة وإذا كانت خمة هرم الدين فيما يختص بالسياسة هي أيضا آيتها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فإن قريبا من قائدته آية الشورى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقائدته على الإطلاق هي آية السيف فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن كابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وعلى هذه القاعدة قامت شريعة الجهاد وعلى آية الشورى قامت شريعة الحكم على أساس وصاية الفرد الرشيد على المجموعة فقاعدة الهرم في هذه ليست ديمقراطية وإنما هي أقرب ما تكون إلى الديمقراطية في وقت لم تكن الديمقراطية قد عرفت ولم يكن المجتمع مستعدا لممارستها وقاعدة الهرم في تلك ليست اشتراكية وإنما هي أقرب ما تكون إلى الاشتراكية في وقت لم تكن الاشتراكية بمضمونها العلمي قد تعرفت ولم يكن المجتمع مستعدا لممارستها فإذا كانت البشرية في مدى 14 قرنا قد قطعت أرضا شاسعة نحو النضج وأصبحت تستقبل عهد الرجولة وتستدبر عهد الطفولة وأصبحت بفضل الله ثم بفضل هذا النضج تطيق ماديا وفكريا الاشتراكية والديمقراطية فقد وجب أن نبشر بالإسلام في مستواهما وهذا يعني الارتفاع من قاعدة شريعة الرسالة الأولى الغليظة إلى قاعدة أقل غلظة ترتفع هونما نحو القمة وستظل القمة دائما في منطقة الفرديات وأدنى منازل القاعدة الجديدة هي المدخل على الاشتراك وذلك بتحريم تمليك وسائل الانتاج ومصادر الانتاج على الفرد الواحد أو الأفراد القليلين في صورة شراك فإن هذا يفتح أبواب التشريع على الاشتراك وأدنى منازل القاعدة الجديدة هي المدخل على الديمقراطية وذلك بوجوب حق الانتخاب لكل مواطن ولكل مواطنة بلغ وبلغت سنا معينة وكذلك حق الترشيح فإن هذا يفتح أبواب التشريع على الديمقراطية وهذا الصنيع هو ما يسمى بتطوير التشريع فهو ارتفاع من نص فرعي يستلهم أكثر ما يمكن من التسامي نحو نص أصلي هو ارتفاع من نص إلى نص وهناك تشريع متداخل بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية كتشريع العبادات وهذا لا يدخل فيه من التطوير إلا ما يجعل خمته مفتوحة على منازل الشرائع الفردية لكل فرد تسامى بفضل الله ثم بفضل إدخان التقليد إلى تحقيق فرديته التي ينماز بها عن أفراد القطيع فالشريعة الجماعية ليست أصلا وإنما الأصل الشريعة الفردية ذلك وبنفس القدر الذي به الجماعة ليست أصلا وإنما الأصل الفرد ولكن الناس لكثرة مألف المعيشة في الجماعة ولشدة أثر غريزة القطيع عليهم يظن الأمر بعكس ذلك فأنت تراهم يستغربون ويستوحشون عندما تكلمهم عن الشريعة الفردية ولأمر آخر أيضا فإن الشريعة الفردية مرتبة رجولة ومرتبة مسؤولية والناس لا يزالون أطفال يحبون أن يحمل غيرهم عنهم مسؤوليتهم ويطيب لهم أن يظلوا غير مسؤولين أو هم إن احتملوا المسؤولية فإنما يحتملونها في القطيع وعلى الطريق المطروح أما أن يكون المسؤول ويترا ويطرق طريقا بكرا فإنه أمر مخيف ولا يجد في النفوس استعدادا ولا ميلا والمدخل على الرسالة الثانية الرسالة الأولى إلا ما يغع عليه التطوير من تشريعها ولا يغع التطوير في أمر العبادات إلا على الزكرة ذات المخادر وما ذاك إلا لأنها ليست رقنا تعبديا إلا لإلة أن الناس لم يكونوا يطيقون أفضل منها وإلا فإن الرقنا التعبدي إنما هو زكاة المعصوم ولا يغع التطوير على تشريع المعاوضة وما ذاك إلا لأنه أصيل وغد بني على الأصول الثوابت من الدين وإنما يغع التطوير في تشريع المعاملات كالحقوة الأساسية للأفراد وكالنظمة الاقتصادية والسياسية إلى آخر ما يرتبط بتحويلات المجتمع وما يسرع إليه التغيير من هذه النظم التي يجب أن تواكب المجتمع في حيوية واختدار على التجدد والنمو والتطور وغد سبهد إلى كل أولئك الإشارة في هذا الكتاب فالأصل في الرسالة الثانية الحيوية والتطور وعلى السالك في مراقيها أن يجدد حياة فكره وحياة شعوره كل يوم بل كل لحظة من كل يوم وكل ليلة مثل أول أعلى في ذلك خول الله تبارك وتعالى في شأن نفسه كل يوم هو في شأن ثم هو لا يشغله شأن عن شأن فهو حين يدخل من مدخل شهادة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجاهد ليرقى بإتقان تقليد المعصوم إلى مرتبة فعلم أنه لا إله إلا الله ثم يجاهد بإتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد إلى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة ولا يرى إلا أن الشاهد هو المشهود ويطالع بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالخصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وعندئذ يغف على الأعتاب ويخاطب كفاحا بغير هجاب قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وقل هنا تعنيكم وهنا مغام الشرائع الفردية وحين يلقى السالك في مداري الرسالة الثانية من مدخل الرسالة الأولى على النحو الذي بينا يكون خطط على درجات السلم السباعي من درجة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان إلى عين المليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين إلى الإسلام من جديد ثم يبدأ من جديد على مستوى جديد دورته الجديدة وهكذا دواليك إن الإسلام سلم لولبي أوله عندنا في الشريعة الجماعية وآخره عند الله حيث لا عند وحيث لا حيث والراخي في هذا السلم لا ينفق في صعود إلى الله ذي المعاري فهو في كل لحظة يزيد علمه ويزيد تبعا لذلك إسلامه وتتجدد بكل أولئك حياة فكره وحياة شعوره ودخول العاري في هذه الملاقي على مرتبة الشريعة الفردية أمر محتم وليس هو بالمقام البعيد المنال وإنما محك الكمال الذي تقطع دونه العناق هو أن تكون حقيقتك عند الله وأن تكون شريعتك الفردية طرفا من حقيقتك هذه وهيهات فإن ذلك سير في الإطلاق وليس في هذا القول المثالية لأنه في طرفه العمل قد تنزل إلى أرض الناس وأخذ يشدهم إلى المطلق على تفاوت في التحصيل بينهم كل حسب مبلغه من العلم فهم في سل من صاعد عدد درجاته بعدد الأنفس وفوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي العلم إلى علام الغيوب إن هذا يعني أن حظ الإنسان من الكمال لا يحده حد على الإطلاق موعود الإنسان من الكمال مرتبة الإله ومع ذلك فإن نهج إلى تحقيقه لا يقوم على المثالية وإنما يقوم على الواقعية الملموسة في مسلك العبادة وفي مسلك المعاملة وقد سبغت إلى كل أولئك التفاصيل وبحسب الإنسان أن الله قد ادخر له من كما لحياة الفكر وحياة الشعور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لك الحمد اللهم كما أنت أهله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل استعاب فكرة البعث الإسلامي هذه نوصي بالإضافة إلى قراءة هذا الكتاب بقراءة الكتب الآتية واحد رسالة الصلاة اثنين الإسلام ثلاث لا إله إلا الله أربعة طريق محمد قراءة طريق محمد تمامها بالعمل به من عمل بما علم أو رسه الله علم ما لم يعلم مختطفات الغلاف الخلفي هذا الكتاب إن الإسلام رسالتان رسالة أولى قامت على فروع القرآن ورسالة ثانية تقوم على وصوله ولقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلها وحين تجيء أمتها وذلك مجيء ليس من هبوت كان على ربك حتما مقضي هذا الكتاب من الخطأ الشنيع أن يظن إنسان أن الشريعة الإسلامية من في الخرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في القرن العشرين ذلك بأن اختلاف مستوى مجتمع الخرن السابع عن مستوى مجتمع القرن العشرين أمر لا يقبل المقارنة ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلا وإنما هو يتحدث عن نفسه فيصبح الأمر عندنا أمام إحدى خصلتين إما أن يكون الإسلام كما جاء به المعصوم بين دفتين المصحف قادر على استيعاب طاقات مجتمع القرن العشرين فيتولى توجيهه في مضمار التشريع وفي مضمار الأخلاق وإما أن تكون غدرته قد نفدت وتوقفت عند حد تنظيم مجتمع القرن السابع والمجتمعات التي تليه مما هي مثله فيكون على بشرية الغرن العشرين أن تخرج عنه وأن تلتمس حل مشاكلها في فلسفات أخرى وهذا مما لا يقول به مسلم ومع ذلك فإن المسلمين غير واعين بضرورة تطوير الشريع هذا الكتاب المسلمون يقولون أن الشريع الإسلامية كاملة وهذا صحيح ولكن كما لها إنما هو في مغدرتها على التطور وعلى استيعاب طاقات الحياة الفردية والاجتماعية وعلى توجيه تلك الحياة في مدارج الروخية المستمر بالغة ما بلغت تلك الحياة الاجتماعية والفردية من النشاط والحيوية والتجذيب جمال الآخر 1391 يوليو 1971 السودان أندرمان صادبة 1151 الثمن عشر جنيهات